لتفاصيل أكثر ينضم إلينا عمر الشاكر من لندن إليك عمر سيناريو نقل سيكريبال وابنته إلى دولة أخرى وتوفير لهم ملاذ أكثر أمنا محتمل ووارد خاصة بعد المعلومات التي تشير إلى رفض يوليا ابن سيكريبال مساعدة القنصل الروسي في لندن التي قدمها لها ولقائه بيوليا هذا الرفض يزيد من اعتقاد المسؤولين البريطانيين أن يوليا لا ترغب بالعودة إلى روسيا وهي ربما أكثر ميولا إلى العيش الدائم في الدول الغربية هذا السيناريو يتطلب كما يبدو موافقة يوليا وسيكريبال على نقلهما خارج بريطانيا في دول العيون الخمسة هي الدول التي تنطق وتتحدث باللغة الإنجليزية أيضا ما زال تحسن حالتهما هو قد يدخل عام المهم في هذه المعادلة قريبا يعتقد أن سيكريبال وابنته سيدخلان على خط التحقيقات الجارية وسيلتقيان بالمحققين الذين يعملون على فك شفرات هذه الحادثة حادثة تسميم العميل الروسي ما زالت أيضا الأزمة يبدو ماضية باتجاه مزيد من التوتر بين موسكو ولندن خاصة في ظل عدم قبول حتى الآن وزارة الخارجين البريطانية طلب السفير الروسي بلقاء بورج جونسن للحديث عن هذه القضية بريطانيا تعتبر هذا الطلب هو تكتيك لتغيير مسار القضية خاصة أن بريطانيا هي الآن مزودة بمساندة من حلفائها طرد أكثر أو ما يقارب 150 دولوماسيا روسيا من أكثر من 20 دولة غير بريطانيا وهذا ربما يقوي من موقف بريطانيا أيضا للأزمة بين موسكو ولندن يبدو ارتدادات داخلية هذا اليوم موجهها بورج جونسن في مقال في صحيفة الصندي تايمز أيضا اتهاما لجرمي كوربن زعيم الحزب العمال المعارض بأنه لا يتبنى وجهة نظر حكومة تريزيلا أو ربما يقدم عونا للدعاية الروسية فيما يتعلق بحادثة تسميم العميل الروسي شكرا جزيلا لك عمر الشاكر مراسلناك من لندن ترجمة نانسي قنقر